السلام عليكم ورحمة الله في الشرح الجديد من شروحات لينوكس تحديدا توزيع Zorin OS سنتعرف لطريقة تسجيل الشاشة في لينوكس كما في بقية الأندماء مثل ماك والويندوز هناك الكثير من البرامج التي تمكنك من القيام بمختلف المهام من بينها برامج تسجيل الشاشة في لينوكس هناك الكثير من البرامج التي يمكنك من تسجيل الشاشة لكن اليوم سنتعرف لبرنامج صغير وخفيف يمكنك من تسجيل الشاشة بطريقة سهلة ومبسطة سنذهب إلى قائمة البرامج ونبحث عن برنامج كزام من هذا هو البرنامج سنقوم بالخروج من البرنامج الآن وسنتعرف لطريقة تنصيبه بعدها سنتعرف لطريقة العمل بالبرنامج إذن مرة أخرى سنتعرف لبرامج ثم الترمينال على الشكل ثم نقوم بتنصيب البرامج ثم اسم البرنامج وهو كزام على الشكل إذن ندخل الرقم السري ثم انتر إذن يخبرني أن برنامج كزام موجود مسبقاً بالنسبة لك ستقوم بتنصيبه بشكل عادي برنامج صغير لن يأخذ الكثير من الوقت إذن بعد تنصيب البرنامج يكفي أن تبحث عن برنامج كزام على هذا الشكل والدخول للبرنامج يمكنك من يعني تسجيل المؤشر تسجيل الصوت يمكنك من أخذ لقطات الشاشة أيضاً يمكنك من التحكم في نوع الملف في امتداد الملف إذن سنذهب إلى ملف على هذا الشكل ثم التفضيلات ثم تسجيل الشاشة على هذا الشكل ويمكنك هنا اختيار الصيغة أنا اخترت صيغة الـ MP4 على هذا الشكل ثم يمكنك اختيار مكان حفظ الملف أنا أدعوه يعني بشكل افتراضي بحيث كل مرة أقوم بتنبي تسجيل المخرجات في ملف الجديد أو يمكنك حفظها مباشرة في مجلد الفيديو على هذا الشكل إذن الآن بعد يعني الانتهاء من الإعداد يمكنك أن نقرأ لتسجيل الشاشة هنا يعني تواني الانتظار حيث سيقوم بإضافة عداد من خمسة إلى واحد بعدها سيبدأ في تسجيل الشاشة إذن تسجيل الشاشة والآن يمكنك البدء في العمل هنا على الشكل بعدها الانتهاء من تسجيل الشاشة يمكنك أن نقرأ هنا على الشكل وإنهاء التسجيل سندهب الآن لصفح الملفات سندهب إلى الفيديو وسنجد الفيديو الذي قمنا بتسجيله يمكنك الدخول على الشكل إذن كانت هناك طريقة تسجيل الشاشة في لونيكس تحديداً في توزيات الزورين وهيس باستخدام برنامج كذاً دان كان ذو الشرح شكراً لكم